قلونا نبدأ بنصنا الحلم ستات المناسبة إن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مبادرة ملدتها 16 يوم عنوانها منهضة العنف ضد الستات منهضة العنف ضد الستات بيقولوا للستات أنتوا البطلات في بيوتكم كل ست هي بطلة بيتها الحقيقة المرأة دورها مهم جداً والمرأة بتتعرض لظلم جديد جداً لو بصينا وزارة التضامن الاجتماعي لما أطلقت الحملة دي هي أطلقتها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء 30% من الستات في العالم بيتعرضوا لعنف إما بدني أو نفسي 736 مليون ست في العالم بيتعرضوا لهذا العنف إحنا متخيلين الكارسي يا جماعة لا تقول لأبيض ولا سود ولا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا كافر كله بيمارس العنف ضد النساء للأسف الشريط في كل دول العالم لا متقدم ولا متأخر لكل مشتركين في هذه الكارسة للأمم المتحدة الحقيقة بالسمية فاجعة وهي بالفعل فاجعة خلونا ناخد مداخلة مع الأستاذة نهادة أبو الأمصان عضو المجلس القوم الحول للإنسان أهلاً بك يا أستاذة أهلاً بحضرتك مساء الخير العنف ضد الستات ممكن ينتهي قريب والله هو مستاذ مزود كبير وإحنا في مصر بننجل أشياء مهمة على مستوى القوانين وعلى مستوى التنفيذ لكن ده متوقف على عوامل كثيرة قوي علشان نقدر نتكلم على أنه ينتهي أو حتى يقل إلى الفدود الدنيا لأنه في النهاية الجريمة لا يمكن تنتهي لكن بتختلف النسب من بلد لبلد لكن احنا بنتكلم الحقيقة عن نسب عالية العنف ضد المرأة نسب عالية في العالم كله ومش في مصر بس مظبوط وفي مصر الحقيقة نسب مؤلئة كمان عندك أرقاب؟ آه طبعاً آخر تخرير طلعوا الجهاز المركزي للتعبئة والإحساء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة كان في 2015 وده مفح قوم كبير علشان كده بيتعامل كل فترة كان بيتكلم على ما يقرب من 46% من النساء وجه العنف ولو مرة واحدة في حياتهم يعني نتكلم كل اثنين ستات أو فتايات وجه العنف نتكلم على ما يقرب من 30% بيوجه العنف المنزلي يعني كل ثلاث ستات في مصر واحدة فيهم بتتعرض للعنف جوه بيتها وده المفروض أنه أأمن مكان على وجه الخرى الأرضية فلا يجب أبدا أنه هو يكون صاحة لعدم الأمان أو الإهانة أو الإيذاء طبعا الأسر بقى بتعاني معاناة شديدة لو قلنا الأطفال اللي فيكوا موجودين في أسر وفيها عنف عندنا 113 ألف أسرى الأولاد ممكن يتغيبوا عن المدرسة وده كان في سنة 2015 لوحدها يعني المشه بيشمل سنة من تاريخه ف113 ألف أسرى الأولاد ده غيئبوا عن المدارس نتيجة العنف المنزلي أعداد كبيرة جدا من الأطفال بيعانوا من اضطرابات أو كوابيس اللي بيتعرضوا أو بيبقوا موجودين في بيئة فيها عنف المنزلي بنتكلم على مليون امرأة سنويا بتطرق بيتها نتيجة العنف المنزلي الغريب بقى أنه نقعد بعد كده ويقولك إيه هو ليه طلق دياد يعني له الناس ربطت الإحصائي ده السبب الرئيس طبع هنكتشف أن ده السبب الرئيسي أي كلام بقى طب فيه تحسن في ده فيه تحسن في ده ولا الوضع زي ما هو بص احنا على أمل أن يتعامل مسح تاني لأنه زي ما بقول لحضرتك المسوح القومية بتتعامل كل فترة ما بتتعاملش كل سنة لأنها طبعا بتبقى ليها منهجيات مختلفة وأعمال ضحصية ضخمة احنا على أمل أن المسح التاني اللي هو ممكن يبقى خلال السنة أو السنة الجاية يدينا مؤشرات مختلفة وخاصة أنه كان نتيجة المسح الأولاني بتاع 2015 حصل تعديلات تشريعية كثيرة جدا يعني شفنا أن الرئيس السيسي خلى 2017 عام المرأة ويتكلم أكثر من مرة على أن هو يعني بيستغرب وبيستهجل بشدة العنص ضد النساء والفتيات وبالذات فأضايا زي الختان أو الزواج المبكر لما قالتنا ليه نعمل في بناتنا كده فأحد المؤتمرات لما قال المؤشر هو واخده من التعبئة والإحصى المؤشر ذا قال ما يقرب من 20% من البنات اتجاوزوا تحت السن 18 سنة وعندنا نسب كبيرة منهم ما بين مطلقات أو أرامل وبعضهم عندهم أبصال حتى مش عارفين يثبتوا نسبهم لأنهم مش عارفين يثبتوا الجواز الحقيقة الميزة في الفترة اللي احنا فيها أننا بنشوف صنع السياسات وصنع القرار الرئيسي بيقرأ التقارير دي وبيتبعها وبيتبع المؤشرات وبالثاني بتنعكس على بدءا من التصريحات بتاعته اللي هاتوا مؤثرة بشدة بقى على مؤسسات الدولة ومنها البرلمان إنهم يستجيبوا فشفنا تعديلات تشرعية كثيرة وشفنا كمان على مستوى السياسات وزارة الداخلية عاملة واحدة لمواجهة العنصة ضد المرأة بكل إسام الشرطة وشفنا انتفاضة شديدة ضد الحرش التنسي حصلت بنهاية السنة اللي باتت ومع بداية السنة دي طلعت أحكام مهمة جدا وحالة من الجرأة لدى كثير من البنات والأسر اللي ما كانت شيء اللي اتبلغ بتحب بتبلغ بالضبط وما تخاف بالضبط لما حصل تعديل تشريعي في موضوع سرية بيانات المبلغات في براين الجنسية شفنا سيل من البلغات الحقيقة النيابة العامة ثمان عاملة شغل مهمة قوي والقضاء لأنه في قضايا بتتاخذ على وجه السرعة زي قضايا التحرش وناس بتبقى مش مستوعبة إنه إزاي المعاكسة والسخفات اللي كانت تحصل في الشارع على إنها من طبيعة الحال النهاردة اللي بيعملها بيواجه عقوبات من 6 سنين لحد من 6 شهور لحد 5 سنين سجن احنا بنعمل يا أستاذ النهاد إن ده فعلا في المسح اللي جاي تظهر أثاره بشكل إيجابي واحنا شكرين للأستاذ النهاد أبو الأمصان على المداخلة دي شكرا لحضرتك